أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية ودايما خالص عزائنا لأهالي شهدائنا وآخرهم طبعا مجزارة بورسعيد لأنها كانت من البشاعة أنها أثرت في كل الناس ويمكن الأحداث المرتبطة بيها وتوابعها مستمرة حتى الآن وحتى هذه اللحظة 2500 مصاب و12 قطيل 7 في القهرة و5 في السويس ونعيش في حالة من الفوضى التامة يا رب سلم على بلدنا لكن في وسط الزحمة دي كلها بتحدث أو النهاردة بتبدأ صباح اليوم إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشورى المختلف على أمرها والتي لم تلقى أي إقبال في الفترة الماضية ويمكن كانت المرحلة الأولى انتهت بإعلان أنه 15% وبعض الخبراء قالوا أن هذا رقم مبالغ فيه جدا خلونا نتكلم عن جولة الإعادة النهاردة يكون مشرفنا أستاذ عدد صبري رئيس تحرير بوابة الوفد صباح خير صباح خير كونسونتو مجلس الشورى دايما الناس بتبقى قاعدة في البيت بما أننا شعب عمرنا ما كنا سياسيين لكن دلوقتي بقينا مطالبين أننا نعرف إحنا نزلين ليه وبنعمل إيه خلينا بداية أن ناخد خط البداية من الأول مجلس الشورى وانتخابات مجلس الشورى الإعادة النهاردة لماذا لما كان النزول على الاستفتاء على الاستفتاء في 19 مارس وأقبل الشعب ونزل كمان في انتخابات مجلس الشعب فكان فيه إقبال كبير جداً لماذا لم يتم السماع لصوت الشعب المرة دي لما حصل أنه بيقولوا 15% وتشكوك الكثير من الخبراء ليه المرة دي مستمرين في ده مع أنه التوصيات كلها بتقول نعجل بانتخابات الرئاسة وإلغاء مجلس الشورى بإعلان بمرسوم بقانون أولا مجلس الشورى هي مجلس ظلم كثيرة جداً بعد الثورة كان مجلس الشورى كان اسمه مجلس الشيوخ وكان بيضم مصفة المجتمع المصري من العلماء والخبراء وأصحاب رأس المال وغيره لكن المجلس الشورى بعد الثورة كان مجلس بيسميه مجلس العيلة اللي هو سماه رئيس السادات مجلس العيلة فكان عايز يعمل حاجة كده شكلية الحاجة الشكلية انطبقت على أدواته وعلى أساليبه حتى مرحلة ما بعد الرئيس السادات والرئيس المبارك كان مجلس نرجوكم يعني احنا حتى صحفيين كنا بنسميه مجلس نرجوكم يعني يرجو الحكومة أنه يعمل كذا طب ده يختلف عن مجلس الشيوخ سابقاً بقى يختلف تماماً يختلف في أدواته في كل شيء أولاً أعماله مجلس الشيوخ كان مجلس موازي تماماً لمجلس الشعب المجلس زي النظام الأمريكي زي النظام الأمريكي يحاسب الحكومة معادة صحب السق للأمانة هذه الأدوات البرلمانية كانت يعني في تعادلات الدستورية اللي أجريت سنة 2009 بدأت مجلس الشورى يحصل على معظم هذه الحقوق سنة 2009 زي إيه فهل زي دلوقتي أصبح من حق من منقشة الحكومة تقديم بيانات عاجلة يراجع جميع القوانين والإتفاقيات والتي تعرض على مجلس الشعب مجرد حالتها من رئيس الجمهورية أو حالتها أو مقترحات يعني حتى النائب كان عشر نائب من حقهم حتى يتقدموا بمشروعات قوانين هل رأيه إلزامي؟ كان وصلنا في السنة الأخيرة أنه يكون رأيه يجب يجب يعني إلزامي في الحالة دي أنه هو يؤخذ بها وفي حالة الاختلاف بين مجلسي الشعب والشورى يتشكل لجنة برلمانية برئاسة رئيس مجلس الشعب وعضوية رئيس مجلس الشورى واللجنة العامة المجلسين وفي حالة الاختلاف بينهما يتم تأخذ التصويت مع ترجيح الرأي اللي فيه رئيس مجلس الشعب يعني هو تاريخيا من 1980 لغاية 2009 كان فعليا ما عملش حاجة ما عملش لا كوننا بقول لحالة مجلس نرجوك مجلس مطويبطية واحد عايز جمله بحطه في المجلس بشكله بآخر كان في بعض العقول النايرة الكويسة يعني في مجلس الشورى ولكن للأسف لم يكن لها تأثير كبير جدا وأنا أذكر فيه الدكتور محمد رجب وكان ممثل الأغلبية لما وقف قبل الثورة بكام يوم يعني بحوالي 14 14 يناير بيقول يعني كان فيه كم 3-4 أصوات كده أصوات جريئة جيدة في مجلس الشورى وكان منهم الدكتور محمد رجب وقال لصفة الشريف قال له نحذركم من غضبط الشعب المصري لأن الأسعار تتفع وكذا وكذا وإحنا خارجنا من انتخابات ولم نحقق لهم طموحتهم فما كان من صفة الشريف إلا قال له خسئت وكذا وكذا أنت الشعب المصري هو الذي اختار حكومة الأغلبية وقعد يعنفه تعنيف شديد جدا وسبحان الله الصورة قامت بعدها بعشرة أيام يعني حتى الصوت الجريء كان أقلية جدا يعني المهم في الإجراءات أن مجلس الشورى لم يفعل بشكل يخلي المصريين الحاليين الذين لا يعرفون ماذا كان يفعل مجلس الشوخ لا يتعاطفون أبدا مع مجلس الشورى بشكله الحالي طيب تكلفة انتخابات مجلس الشورى تتقف بحوالي هده هو على الأقل على الأقل التكاليف خمسين مليون جنيه على مزانية العمل الدولة ده غير كلام جميل موازنة الدولة دي طبعا عليها مشكلة لأنه لا تنحاز للمواطن المصري ودي عندنا فيها مشكلة ما تحلتش الغاية النهاردة لكن أنا بتكلم ما بسأل ليه بسأل على هي بتتكلف قده لأنه الاتجاه العام من كذا شهر أنه المطالبة بإلغاء انتخابات مجلس الشورى وتقصير الملحرة الانتقالية وحتى ده اقترحوا المجلس الاستشاري في الآخر مؤخرا طيب مش كنا مفروض نوفر على نفسنا ده ونعمل الانتخابات الرئاسية هل لك شايف الموضوع هل لك شايف صحة العزيز النظرية ولا صعوبة النظرية الأخرى أنه يعني إزاي نعمل ده وخلاص وتم الإعلان وبدأنا إحنا القضية الأساسية إحنا كنا ممكن نأجل مجلس الشورى لمبعد الانتخابات الرئاسية ودستور لكن خصوصا أنه في تلت المجلس يعين من رئيس الجمهورية لا هو مش هيعينه للوقتي إلا بعد انتخاب رئيس الجمهورية الفعلي طب هيبقى كده ما عمل يعني إحنا عمل نعمل نعمل مش هنستفيد بي انتخاب النهاردة بنختاره تسعين نائب والأسبوع الجاي تسعين نائب آخر فيبقى مية وتمانين وطبقا للوضع يعني كان يعين رئيس الجمهورية التلت الأخر بالاختيار طب هو هل كان يصبح أنه هو يعمل بتلتين الأعضاء يعني أنا عايز هيعمل بتلتين الأعضاء هيعمل بتلتين الأعضاء حتى تعيين التلت الأخير من رئيس الجمهورية ودستوريا ينفع لأن كل الإجراءات تصلح حتى ترشيح رئيس الجمهورية بأغلبية تلتين الأعضاء فهتبقى موجودة لحدود التلتين لكن وعدين مش من حق المجلس عسكاني أن يعين تلت لأنه ليس رئيس الجمهورية بالفعلي يعني طب حلق الإعلان الدستوري نعم يسري عليه صلاح مجلس الشورى اللي اتعملت في 2009 يعني هل أخل ادوا نفس الصلاحيات الجديدة أنه رأيه يبقى إلزامي هي ده اللي خلاهم يحطوا في خريطة الطريق اللي احنا ماشينا عليها مجلس الشورى مع مجلس الشعب وكان الأمر الحل هنا كان توافقي على أساس إن احنا بنخلص مجلس الشورى يبقى موجود موازي لمجلس الشعب مع عدد حق سحب السقة من الحكومة فطالما ارتضينا هذا الموضوع وحطينا المسار كنا لازم نكمله آخره حتى لو حصل اللي بيحصل دلوقتي حانا شايفين طبعا فيه إقبال ضعيف جدا 15% دي يعني ما نقدرش أقول النسبة العامة على المستوى الجمهورية هل تراها دي نسبة حقيقية لا لا يستحقيقية طبعا لأن ممكن أقول كلام ده في الأرياف برياف بيحصل ضخ من الأحزاب والمجتمع نفسه بيبقى المرشح بيبقى عايز يدخل الناس بقى اي شكل مشكلة فممكن يجيبهم على حسابه وممكن من عائلته فيه تعصب لكن مدينة مدينة زي اسكندرية ومدينة زي القاهرة لا يمكن أبدا نسبة تصويف فيها تزيد عن 5-7% فدي المشكلة المشكلة التانية أن الأحزاب لم تهتم بهذه الدعاية الانتخابية لمجلس الشورى تماما جهزة الإعلام لم تركز عليها وجدت الأحداث الساخنة غطت على كافة والأحزاب أغلت كمان في انتخابات الشعب والناس دفسها أجهزت يعني حررتك دوقتي لما تشوف احنا خرجنا كام يوم عشرين انتخابات مجلس شعب المدارس أغطلت كام يوم عشرين مجلس شعب الأعمال نفسها أغطلوا الناس كام يوم عشرين أنا في المقادمة يا فندم قلت أن احنا دلوقتي يعني احنا صحيين على تفجير خط الغاز المرة الاثناشر وصحيين على الفين وخمس وميات مصاب واتنشر واتنشر شهيد الأحداث نفسها كثيرة جدا وهجوم على أخسام وا 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 في حالة من صعبة جدا في البلد فهل من المناسب ان احنا نستمر بغض النظر عن أي شيء في انتخابات مجلس الشورى يعني هل هل مجدية ان احنا نصرف الفلوس دي على انتخابات في الأوضاع الحالية اما هو انت اصبحت امام امرين اما تنفذ خط الطريق او انك ترجع عن المسار لان انا دلوقتي رابط مجلس الشورى بالاستفتاء اللي عملناه وبالاعلان الدستوري اللي كملناه وربطنا مجلس الشعب مجلس الشورى بياصبح حتمي عليك تكمل المرحلة دي رغم مشاكلها ورغم اختلافاتها ورغم عدم اقبال الناس عليها لأما كنا نرجع خطوة عشرين خطوة وراء تاني فهذه المشكلة الاساسية انك انت اتوردت في حاجة ولازم تكملها يعني شربت مقلب لاخره ماذا عن الرأي الاخر اللي بيقول انه طب لحنا نوقف حالا هذه الانتخابات لان هي مفيش عليها مهنة لو قفتها النهاردة يبقى هيترتب عليها رجع وراء تاني وإلغاء كل ما يختص مهنة للشورى في 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 الاعلان الدستوري تمام شوف ده هتتكلف اديه لو هعمل استفتاء ثاني لازم هعمل استفتاء ثاني مهو دي بمشكلة بقول له حالا انت شربت مقلب لازم تكمله مستفدن في حاجات اتغيرت في الاعلان الدستوري يعني من غير رأي الشعب يعني مهو ده مهو ده ومش ده اللي عامل لعدم الثقة ما بين الناس ومال المجلس العسكري حتى الان يعني لما المجلس العسكري هو المنطق خسارة قريبة ولا خسارة بعيدة بالزبط هو ده لوقتي خسارة خسارة قريبة لكن مجلس الشورى مجلس الشورى ممكن يبقى مجلس يعني ممتاز جدا واداة جيدة جدا خاصة في حاجة ننساش ان احنا لوقتي اغلبية مجلس الشعب سيطرت عليه الطيار الديني سواء كان اخوان او سلفيون مجلس الشورى متوقع حاليا بالمنافسة اللي احنا شايفينها وبالدخ اللي شايفينه قدام اللي جان بشكلة وباخر برضو الحرية والعدالة بالتاني السلفيين التالت الوفد والرابع الكتلة المصرية طب يبقى 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 تحسير حاصل انه هوافق على كل خرارات البرلمانية انا هاجي بقى في التلت في التلت اللي هو من حق رئيس الجمهورية عينه ممكن بقى يقول والله فيه كتل تانية من اساس الجامعة اللي ما تدرشه الانتخابات عندي مستشارين قانونيين ممتازين لازم يمثل شرطة يمثل عسكر يمثل التلت ده بشكل وباخر لو ما قدرش يدخل الانتخابات البرلمانية بشكل جيد بس في الاخر هيبقى الاغلبية للكتلة هيبقى اغلبية بس فيه كتل لانه ما تيجي تشوف الكتلة النسبية اللي براليين او الطيارات او التكنقراط او الاشياء ده في مجلس الشعب هتلاقي نسبتها قليلة جدا لكن لما وصلها للتلت في مجلس الشورى ومجلس الشورى دول يكون عندهم القدرة على الحركة والنشاط ومسائلة الحكومة على فكرة على المستوى البعيد هيصب في صالح صالح الفرد وصالح الطيارات المختلفة لان دلوقتي حادثك لما تلاقي اغلبية كاسحة في مجلس الشعب هي اللي بتقرر وبتنتمي للطيار الديني هتلاقي ان مجلس الشورى ممكن لو في حاجة ممكن يفرملها بعض الشيء اذا كانت مخالفة الاتجاه ده وفي الحالتين هيتم المناقشة بين الطرفين بشكل يفيد المجتمع يعني انا تصوري ان مجلس الشورى لو عاد كمجلس الشيوخ كما كان سيكون افضل كتير جدا والخمسين مليون جنيه ولا الميت مليون جنيه اللي هتنفق عليه هيكون في صالحي كفرد افضل مننا اهدمه او اقفله خالص حاليا يتطلب زال هنا بيظهر السؤال يا فندم في اطار احداث متلاحقة كثيرة جدا وبسرعة عالية جدا وبلد بتتحول من النقيد للنقيد في وقت في وقت وليل واتهامات للطبار يعني الوضع نفسه سريع انا سؤالي هل في الوضع ده نقدر ان احنا نتحمل انه مجلس الشعب يقول ومجلس الشورى يرد عليه وكذا ونبقى رايحين جايين في اطار انه الوقت ضيق جدا وفي اماكن بتحرق احنا اللي حاكمنا احنا اللي همنا كلنا دوقتي حاجتين الاول حاجة الدستور ثمت الرئاسة وبعد كده البلد هتبقى لها شكل ومعنى وراس وجسم وكل حاجة يعني الوقت احنا عندنا عندنا البرلمان وعندنا ده المجلس التشريعي الوحيد يعني المجلس الرسمي يعني الشعبي الوحيد اللي حصل على صلاحية من الشعب المجلس العسكري صلاحية مؤقتة ما فيش اي حاجة تنازع البرلمان حاليا لما يجي المجلس الشورى بيكون مجلس اصلا جاي برضو بشرعية منتخبة ايا كانت هذه الشرعية يعني مغلبية يعني انتخبته اقلية المهم فيه شرعية ما ممثلة للشعب فبالتالي بيحط هو خريطة يساعد على وضع خريطة للدولة بشكل جيد وانت ترتديه والناس معظم الناس ترتديه احنا بيقول ايه احنا اللي خرجنا عن المصار والحالة اللاخبطة اللي احنا فيها فوضى اللي احنا نحنا نحن بيمنكز عليها في دي ايه الفوضى السبب الحقيقي اللي فوضى ان احنا بنخطو خطوة وعدين نخطو يعني نطف فوقها يعني لما اختر مثلا المجلس العسكري هي كل المشكلة يا فندم انه لم يتم لم يتم يعني احنا استفتينا على تسع مواد نعم او مش ده يعني انا بقول الرأي الاخر انا بذكر مش ده رأي لكن الناس بتقول احنا استفتينا على تسع مواد وحتى بعد ما استفتينا عليهم تم تعديل مدد من التسعة هو ده المشكلة وعندنا اعلان دستوري نعم بمواد كثيرة جدا لنعرف عنها شيء والناس صوتها اتنبح ولم يتغير شيء هو السؤال يعني هو الكلام انه مش احنا اللي حطينا الكلام ده واحنا مجبرين عليه من اللي بغير القواعد اللعبة كان المجلس العسكري المجلس العسكري يتفق اتفاق ثم يقفز عليه يتفق اتفاق مع الناس طب ده راجع لإيه يا فgesetz psychiatrist ها اللي راجع اللي حاجتين انه المجلس العسكري تصور انه الحاكم الامر في البلاد وانه سيعود بنظام الحكم الى مكان عليه مع تغيير الرأس يعني احنا كان بتصور ان احنا او غضب لحظة غضب لم يكن يتصور ان المصريين مصممين على ان الثورة مستمرة والشعب سائر ولن يرضى ابدا بان يعود الحكم بشكل اخر او برمز اخر يعني هو ده المشكلة عشان كده ما اعترفوش ان فيه ثورة الا قبل الثورة بيومين يعني اللي قاله ده ده ثورة ده احن ثورة حضرتك بتتعامله حتى الان انها احتجاجات وانتفاضات لكن قبل الخمسة عشرين يناير خلاص اقروا انها ثورة لان واقروا على فكرة النجزة عسكر النهاردة عايز يسيب الصورة ببكرة يعني ودي معلومات عندي مؤكدة النهاردة عايز يرجع السكنان باي شكل مشكلة بس عايز يستف الاوراب بعد ان ايقن ان الشعب المصري سائر والثورة مستمر وهو دلوقتي مش هيضر يلخبط قواعد اللعبة زي ما كان بيحصل الايم الماضية يعني اي لخبطة في قواعد اللعبة حاليا لما اجي اقول بلاش مجلس الشورى يبقى لخبط الدنيا تاني وهرجعنا ورا عشان كده هو عايز يخلص المسألة هنستحمل اسبوع هنستحمل خمسين مليون ميت مليون ما احنا كل يوم بنخسر ملايين بس اخير من عشان احنا فقرتنا خلصت والوقت خلص بس انا لازم اسأل علي حضرك شايف ازاي حداشر فبراير اللي جاي خصوصا ان في دعوات للعسيان المدني في كل حتة ونضملها كتير من الجامعات النهاردة حداشر يعني حداشر فبراير ستكون تأكيد جماعي ان الثورة المصرية ليست ضد حسن مبارك شخص لكن ضد النظام الفاسد باكمله وبالتالي ستكون وقفات اسرار على ان الثورة مستمرة من جميع المصريين وان الشعب المصري ينظر الى الامام ويريد ان يمحو الماضي بكل مقاسيه هي ده ده الاساس يعني لكن احنا بنتوقع ان شاء الله يعني هكون افضل من الايام الماضية مش هكون اسوأ من اللي حصل في برسعيد نتمنى الفندم ونتمنى انه الاصابات انه الوضع يهدأ وانه تقلل الاصابات ولا نتمنى شهاده اكتر على فكرة على فكرة الصورة الحقيقية عنها ما كنا في الثورة لم يكن اي واحد يرتكب اي اعمال عنف اعمال العنف البلطجة مارسها اخرون محدش موافع لده وللاسف شديد الاجهزة عندها من يحرك الاحداث وهم يعرفون ذلك وبالامس في مجلس الاسكر لم اصدر بناتنا قالوا احنا عارفين وانحاسب احنا نفسنا بس يظهروا من هو وكيف نحاسبه او ازا لم يكن قادرين على محاسبته فنحن قادرين على محاسبته نتمنى يا فنم استاذ عدل صبي رئيس تحرير بابت الوفد نورتنا يا فنم نتمنى انه وضع بلدنا يهد عن كده ان شاء الله مشاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا بنحب نفكركم انه اللي فاتته فقرتنا او فاته ايا فقرة في اليوم ممكن نشوفنا على اليوتيوب بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة ومكان العين رقم تلاتة باللغة الانجليزية ممكن تتواصلوا معنا على تويتر او على الفيسبوك نهارك سعيد بنحب الفكركم انه معنا فقرتين بقيين فقرة منهم اعتقد ناس كتير جدا تحب تشوفها وهي فيها هيكون ضيفها المدون والنشط السياسي مايكل نبيل وده هيكون مع زملائي مي واشرف ده غير انه عندنا فقرة تانية مهمة عن العلاقات المصرية الامريكية لانه الكثير بيسأل عليها وعايزين يعرفوا اكتر واكتر فقرتنا متسمرة في نارك سعيد لكن بعد الفاصل تابعونا